ترقيم الوزن السابت عن تراقيم الوزن السابت ونقول ان هو من ضمن التراقيم البسيطة السهلة سهلا في قوانين بتاعتها سهلة في حساباتها زي ما قلنا المرة اللي فاتت قلنا لازم يكون عندي حاجة مهمة جدا وهي ازاي ان انا احول ما بين الاوزان وما بين الاطوال ليه? لان انا عندي قانون هاخده والقانون ده وتشغل معي لغاية سنة تالتة في الدبلوم التلات سنين لغاية سنة خمسة في الدبلوم الخمس سنين فبالتالي انا محتاج اكون فاهم وعارف جد كويس جدا القانون ده وعارف استنبطه الاستنبط ده حاجة مهمة جدا ممكن هنراجع قبل ما نبدأ الجزء الخاص بنا ازاي استنبط القانون بتاعي عشان ده برضو زي ما قلنا من الاجزاء المهمة لو سبتنا على طريقة استنبط القانون ما فيش اي مسألة اه تراقيم او اي مسألة تخطيط في السنين الجاية هتكون عاملة مشكلة معك طيب الهدف من الموضوع ايه من الاساس يعني? الهدف من الموضوع ان يكون عندي رقم للفتلة انا بستعمل فتل فبالتالي بتخصصي تخصص نسيج في تخصصات تانية بتستعمل برضو الفتلة زي تخص الملابس زي تخصص التريج وزي تخصص الغزل تخصص دي برضو بتدرس الجزء الخاص بتراقيم الخيوط بس مش بالتفصيل زي ما بيدرسوا الغزل والنسيج فبالتالي تقدر التخصصات التانية برضو اتبعنا في الجزئية دي عشان يقدر يفهم ازاي بيتم استنباط القانون ده نمرة واحد وكمان يقدر يفهم يعني ايه نمرة خيط ده رقم اتنين اول حاجة هنتكلم معان يعني ايه نمرة خيط نمرة خيط بالزبط هي مقاس لسمك الفتلة طب انا بحدده ليه او انا عايز اعرفه ليه عايز اعرفه عشان لما انا اروح اه كمصنع نسيج او اي حد شغال في مجال النسيج ويقرأ بيانات موجودة على بكرت خيط يفهم البيانات دي شكلها ايه ايه بفهم الوضع ايه فبالتالي انا مثلا يعني لو انا عندي مصنع نسيج وعايز احضر كمية خيوط سدة وكمية خيوط لحمة للمقاسة بتاعتي فبالتالي لما هروح للمغزن المغزن مالوش في اي حاجة خالص غير انت بتقوله انا عايز نمرة كزا كم كيلو جرام فانت عارف الطول اللي انت عايزه ومقدر الوزن اللي انت عايزه وعارف التخانة اللي انت عاوزها فبالتالي بترجم كل الكلام ده في وزن لنمرة انا عايز عشرة كيلو من خيط نمرة تلاتين فهيديك العشرة كيلو دول عبارة عن كنات خيط اه مزوي مثلا لو انت عايزه مزوي من خيط نمرة تلاتين هو بيشوفه الرجل بتاع المغزن بيشوف الكونة مكتوب عليها رقم تلاتين ايه بقى اللي جوة الكونة دي هو ما يعرفش الحتة التانية دي ان فيه تخانة وفيه رفع وفيه كلام فاضي من اللي احنا بنتكلم فيه لكن هو فاهم ان الكونة دي نسمها نمرة تلاتين وموجودة في المغزن في الجنب بتاع نمرة تلاتين مزوية اه مزوية اه برضو يقدر يعرف دي لاني بكتب له مثلا خيط ممشط مزوي من خطين نمرة تلاتين هو عارف دي لكن عارف جات ازاي لأ طب انت بقى اللي عارف بتيجي ازاي فبالتالي لما تيجي تحضر كمية خيط لنسيج معين مسلا هتنسج اماشة بموصفات معينة فانت عارف ان انت عايز خيط نمرة تلاتين للسدى مزوية من خطين وخيط نمرة اربعة عشرين اللحمة مفرد فانت هتقول للمغزن انا عايز عشرة كيلو من الخيط نمرة تلاتين المزوي وعايز خمسة كيلو من خيط نمرة اربعة عشرين المفرد فهيطلع لك الكميات انت هتروح تفردها عندك بطريقة التحضير بداعتنا والغير لما توصل لنهاية توصل للمكنة وتقوم بعملية النسيج بتاعتك في النهاية هتنتج لك تبقى ماش بالطول المطلوب بالمواصفات المطلوبة طب انت عملت الكلام ده ازاي لما روحت تجيب الخط بتاعك جبته بطريقة علمية عشان اعرف الطريقة العلمية دي لازم اعرف ازاي احسب الايه النمر والاوزان والاطوال طب انا عندي كم طريقة للحسابات دي انا عندي اكتر من طريقة اشهرهم طريقتين اللي هم واخدين جزء بجير من منهجنا اللي هي طريقة الوزن السابت وطريقة الطول السابت احنا مازلنا في الجزء بتاعي الوزن السابت طب الوزن السابت ده فيه ايه فيه القطن وما يغزل على طريقته فيه الكتان وفيه كمان الصوف والصوف عندي بينقسم لنوعين ورستد وويلن يبقى انا عندي مجموعة من التراقيم اللي انا بيشتغل عليها طيب نجي نعدهم بقى مرة تانية قطن وما يغزل على طريقته الفبران والحرير الطبيعي المغزول التلاتة دول ليهم رقم سابت وبيتغزلوا بنفس الطريقة ويه لو قلن لن قطن القطن ده نباتية طيب والحرير الطبيعي المغزول والحرير الصناعي اللي اتنين دول ايه وضعهم في المكان ده ما احنا عارفين ان دي ليها طول كبير جدا وليها سمك ما حادش بيقدر يعدل فيه ليه كمان تراقيم مخصوص هناخده قدام شوية بس هنا فيه مشكلة بقى تانية هو ليه بيتغزل على طريقة القطن مع انه هو مفروض يكون بطول معين بطول سليم انا مفروض عندي طول شعرة القطن يعني اكبرها اقصى طول شعرة ممكن مثلا يوصل لحوالي حوالي 12 سنتي او 10 سنتي ده طويل التيلة كمان اللي هو الدرجة الاولى منه فتخيل انت عندك الطول ده وكمان بتكلم عن حرير طبيعي الاول هنكلم عن حرير طبيعي بس لسه ما كلملش عن يعني ايه مغزول حرير طبيعي وحرير صناعي اطولهم بيتعدل ارقام كبيرة بالالف متر واكتر فبالتالي الشعرة دي غير دي ملقي زي يتغزل على طريقته فيه توالف بتطلع من الحرير الطبيعي وفيه توالف بتطلع من الحرير الصناعي التوالف الحرير الصناعي دي بتتغزل بطريقة القطن توالف الحرير الطبيعي بتتغزل برضو بطريقة القطن فبالتالي خادت نفس تركيم القطن يبقى الحرير طبيعي المغزول الحرير الصناعي او الفبران. اللي اتنين دول بيتغزلوا على طريقة القطر. ليه? لان هم توالف للخيوط الاصلية. خلنخلي دول كده على جنب. نرجع بقى للكتان. الكتان شعارته طويلة اصلا في الاساس لان هو عبارة عن عود يش بيعود. الاصب بيتعمل له عمليات في طبعا نواخدنا في الخامات. عشان اوصل للشعارات الموجودة عندي. شعارات دي طويلة. فبالتالي ليها كمان ترقيم مخصوص لوحدها. وترقيمها هنقول السبب بتعود الوقتي برضو. الحرير الصوف الوريستد وصوف الويلين. صوف الوريستد هو بالنسبة لنا انا لو قلنا درجات. صوف الوريستد هو الدرجة الاولى بالنسبة لي. طبعا هو ليه مواصفات لويه شغلانة تانية موجودة في الخامات. لكن خلينا نفرق ما بينهم. الافضل احسن هم الوريستد. رقم اتنين بياليه الويلين. الصوفين دول كل صوف منهم ليه آآ ترقيم لوحده. طب وهي الترقيم دي كلها لما اجي بقى اصب الكلام ده على قانون وعلى تحولات. احنا خدنا التحولات ونقدر كمان واحنا شغالين في المسائل ان شاء الله نبدأ نرجعها. بس تعالى بقى على مجموعة الترقيم دي كلها. اللي احنا آآ قلنا اسميها. قط. آآ حرير طبيعي مخزول. فبران. كتان. وريستد ويلين. ست ترقيم. هل الست ترقيم دول كل واحدة لها قانون مختلف? لا. المفاجأة ان كل الست ترقيم دول بيتحلوا بنفس طريقة القانونية الاولانية. مع اختلاف الطول الشلة في كل قانون منهم. طب تعالى بقى نرجع تاني نفسر القانون عشان نبقى فاهمين يعني ايه آآ بحسب الترقيم الانجليزي. اول حاجة طبعا القانون بتاعي بيبدأ من آآ جزئية مهمة جدا. ازاي اعرف آآ حساب النمر. هي النمر عبارة عن ايه? النمر دي عبارة عن مجموعة خيوط التفسير نفسه بتاع القانون بتاعي. هي مجموعة شلل موجودة في وزن معين. الوزن انا ثبته رطل. ازا جبت عشر شلل وحطتهم في الرطل ده او وزنتهم تلعوا رطل يبقى الخدة نمرت عشرة. ازا جبت عشرين شلة وحطتهم ووزنتهم ولقيتهم وزنهم اتنين رطل يبقى الخدة نمرت عشرة برضو. طب لو جمت تلاتين شلة وروحت وزنتهم ولقيتهم تلاتة رطل. يبقى الخدة نمرت عشرة برضو. طب ايه اللي عملته في الاولى? اللي عملته في الاولى ان انا جبت الوزن الاساسي بتاعي سبتته رطل. وجبت الشلل وحطتها لقيت العشر شلل جابوا الرطل بتاعي. فاصبح ان هو التركين بتاعي بيقول ايه? هو عدد الشلل التي يتزم رطل واحد. جبت عشر شلل بتلع وزنهم رطل بخدة نمرت عشر. جبت عشرين شلة. خد بالك بعشان هاختلف معك في الحتة دي وهلخبطك بالجزء اللي انا قلته في الاول. من تاني. عشر شلل رحت وزنتهم لقيتهم رطل واحد بس. الخدة نمرت عشرة. طب جبت عشرين شلة وروحت وزنتهم تلعوا برضو رطل واحد. يبقى الخدة نمرت عشرين. طب جبت تلاتين شلة وجيت اوزنهم لقيتهم برضو رطل واحد. يبقى الخدة نمرت تلاتين. مادم تأنا بجيب الشلل وروح اوزنها والقاها بتجيب الرطل بتاعي بقى الرقم اللي طلع ده هو النمرت. صعبة دي. طيب هي بتختلف من خامة لتانية. وده هنفهمه احنا بنحط السوابت. بس طبعا مادم هو مديني شلة. فهو عارف ان طلها بيناسب الخامة دي. فما عنديش مشكلة في الحتة دي. تعال بقى الحتة التانية بقى. اللي هي الاهم. انا دلوقتي جبت عشر شلل وروحت اوزنهم. طلعوا وزنهم كام? رطل واحد. طب جبت عشرين شلة حطيتهم. لقيتهم وزنهم اتنين رطل. مش زال المرة اللي فاتت. طب جبت تلاتين شلة وروحت حطيتهم. لقيتهم وزنهم تلاتة رطل. في الاولى كان نمرت عشرة. اللي هي وزنها عشر شلل وزنهم آآ رطل. فهو نمرت عشرة. في التانية لما حطيت عشرين شلة ولقيت وزنهم اتنين رطل. الخط برضو ما زال نمرت عشرة. في التالتة لما جبت التلاتين شلل وحطتهم لقيت وزنهم تلاتة رطل برضو الخيط مازال نمرته عشرة طب ايه ده ايه علاقة التلاتة رطل بالتلاتين شلل اللي كانوا موجودين اللي في النهاية طلعوا لي برضو عشرة رطل العلاقة في قانون صغير جدا بيقول لي ايه النمراء بتساوي عدد الشلل على الوزن بالرطل وده اهم جزء عندنا وده اللي هنبدأ نكتبه اول حاجة معي عشان اأكد على القانون يبقى هنا عندي النمراء الانجليزية عموما بتساوي ادي النمراء بتساوي شرطة الكسر بتاعتي عدد الشلل عدد هنكتبها بخطر فايع عدد الشلل على وزن رطل ده الكلام بتاعي اللي انا باتكلم فيه يبقى هنا عندي عدد شلل على وزن بالرطل طب عدد الشلل دي لما كان عندي تلاتين شلة وزنهم تلاتة رطل قلت بتساوي هتساوي معي ايه تلاتة تلاتين على التلاتة هتساوي عشرة ايه عشرة لو كان قطن هكتب جنبها قطن لو كان ورسد هكتب جنبها ورسد اياه كان انا هنا مش محدد نوع الخمل انا شغال عليها فبالتالي هنا بنقول ان النمر بتساوي عدد الشلل على الوزن بالرطل كان خط قطن ماشي كان خط كتان ماشي كان خط ورسد ماشي ايا كان نوع الخمل انا شغال عليها طب ده اول حاجة عندي اللي احنا نتكلم فيها طب تعالي بقى نقول ان النمر اساسا النمر هنكتبها تاني مرة تانية عدد شلل على وزن رطل تمام كده انا عندي عدد الشلل دي ليها فكة لان اقدر افكها كلمة عدد الشلل دي لوحدها مثلا لو انا عندي تلاتين شلة عشرين شلة او ده كلام ده لو هو ايه شلل مقفول عندي او معارف ان هي اطولها ايه او اوزنها ايه فبالتالي انا فهم الخامة بتاعتي ايه لكن هنا تعالي بقى لما تكون عندي هنا شلة بالشكل ده انا مش عارف هي قطن ولا كتان ولا ورستد ولا ولن انا طبعا هكون عارفها وفهمها لان هيكون عندي اطوال مش عدد شلل لو اداني اطوال مثلا قال لي عندك تلاتين الف يارضة تلاتين الف يارضة دول دول طول عندي انا عايز احول التلاتين الف يارضة دول لشلل احولهم ازاي لشلل احولهم ازاي لشلل هقول التلاتين الف دول او الطول باليارضة ده طبعا استنبطل الجزئية اللي احنا معانا دي هنقولي طول باليارضة على طول شلة طول باليارضة على طول شلة الكلام ده هيديني ايه هيديني عدد الشلل عدد شلل يبقى ايزا كلمة عدد الشلل دي بتساوي ايه طول باليارضة على طول الشلة معنى كده ان الكلام ده اقدر اشيله وحط مكانه كلام ده هنروح رفعين الكلام ده هنا مكان ده كده عشان نطلع القانون الجديد اللي احنا بنشتغل به طيب تعال بقى نكتب بقى القانون بالشكل الجديد القانون بالشكل الجديد هيقول ايه هيقول لي النمرة بتساوي طول باليارضة على وزن رطل في طول الشلة اللي احنا بنسميه سابت بنقول لكم عليه سابت بس هو اساسا اسمه طول الشلة طول الشلة ده بيتحدد حسب نوع الخامة لو كانت بنمية واربعين فهو قطن لو كان تلتمية فهو كتان لو كان خمسمية وستين فهو ورستد لو كان متين ستة وخمسين فهو ويلين تمام طيب دول الاربع ارقام اللي عندي طب هنا احنا جينا في القطن هنا قولنا وما يغزل على طريقته ما يغزل على طريقته عندي ايه حالي طبيعي مغزول والفبران دول مجموعة التراقيم اللي بيشتغلوا معايا فين بنفس السابت بتاع الايه بتاع القطن بتاعي تمام كده ده بالنسبة لمجموعة التراقيم وبالنسبة للقانون خلي بالك احنا كده دلوقت شغلين على انه قانون على القانون ده هو ده اللي هنشتغل على المسائل بتاعتنا ولازم نبقى فاهمين ونبقى عارفين نتعامل معاه ازاي طب انا عشان اشتغل القانون دوت لازم يكون عندي مسألة او عندي نوعين من المسائل النوع الاول من المسائل خد بالك لو قال لي احسب نمرض خط قطن مكون من مثلا اربعين شلة وازن اتنين رطل يبقى هو خلاص اداك مدام في عدد شلل يبقى لازم استعمل القانون الاولين اللي هو ايه عدد شلل على الوزن بالرطل مدام في شلل وفي وزن يبقى قول ايه قانون الاولين اللي هو عدد الشلل على الوزن ايه بالرطل طيب لو لقيت كلمة طول باليارضة جوه المسألة يبقى انت كده بتتكلم عن القانون الكبير اللي هو استنبطناه من القانون الصغير اللي هو بيقول لي ايه النمرضة بتساوي طول بالياردة على الوزن بالرطل في طول الشلة او السابت تمام طبع ده بيتحدد على حسب نوع الخامة انا عارف الخامة القطن السابت تاعة 840 لو المسألة فيها الفبران يبقى 840 لو المسألة فيها حرر طبيعي مغزول برضو 840 لو كانت ورستد 560 لو كانت ويلين 256 لو كانت كتان 300 احفظ الارقام دي عشان دي مهمة ودي اللي هتتقدر تحل لك اي مسألة من سنة اولى لسنة تالتة او لسنة خمسة فبالتالي الجزء ده مهم جدا بالنسبة للقانون فبيجي يقول لي ايه بقى لو جي عنده مسألة احنا قلنا كده عندنا كم نوع من المسائل عندي شكلين من المسائل الشكل الاولاني كلمة شلة تكون جوه المسألة الشكل التاني في طول بالياردة جوه المسألة طب وهنا هتفضل حساباتي على طول نمر ولا هتفضل حساباتي على طول اطوال ولا اوزان حساباتك هتكون مختلفة حتى الامتحان بيجي بالشكل ده الامتحان نفسه هتلقى في مسألة بتتكلم عن الطول مسألة بتتكلم عن الوزن مسألة بتتكلم عن النمر وما ان انت في وقت الامتحان هتكون خطة اكتر من ترقيم فبالتالي مجموعة المسائل اللي عندك هيكون حجمها زاد وبعدين في مسائل كمان لذيذة يقول لك ايه 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 هما ادخن ايه هما ارفع رتب تصعوديا رتب تنازليا النمر طب انا هعرف النمر والتخانات دي ازاي انا كله عارفوا قانون لكن انت فاهم يعني ايه انت بتحسب القانون ده على اساس ايه هقول لك على اساس ايه دلوقتي انا عندي الام زي كده الالم ده سميك انا شايف ان هو سميك قدامي تمام كده طب السمك بتاع الالم ده لو جبت الالم تاني جنبيه هيكون ارفع منه شوية هو انا شايفه رفيع لو جبت هنا الالمين جنب بعض وعرضتهم كده ليك هتلاحظ ان فيه فرق في التخانات التخانات دي بتفرق معاك انت كخط اقول لك اه فعلا تفرق معاك كخط لو انت عندك سدة مشدودة على مكنة وفتلة اطعت حصل اطعف فتلة يعني الموضوع مش تراقيم بس الموضوع مش حساب استخانات بس ده الموضوع كمان تخيله على المنتج اللي انت تحطه على المكنة هل يطرها يبقى مزبوط هل يطرها يبقى فيه مشكلة في الشكل النسيج هقول لك الحتة دي بتمشي ازاي انا عندك عملت تزدية للمكنة بتاعتك وحطت عليها خط سدة نمرت 32 اطعت فتلة وانت شغال فجدت وصلها فروحتي جبت خط نمرت 40 ارفع خلي بقى انا ما بكبر بارفع عكس التراقيم اللي يكون بعد كده كل ما الرقم بيكبر الفتلة بترفع فانت جبت فتلة ارفع من الفتلة الاصلية وجد وصلتها في المسافة اللي كانت مقطوعة فيها الفتلة الاصلية وقمت بعمل النسيج عارف مكان الفتلة الرفيعة ده هيحصل ايه هيحصل زي شرخ لو انت رفعت القماشة في اي ضوء هتحس ان انت شايف من مكان الفتلة دي الجزء الخلفي وبقيت القماشة في الجزء ده غير منتظمة عشان فتلة واحدة اتغيرت واتغيرت بسمك اقل طب تعلمها لو انت عملتها بسمك ادخن هتسد الفراغ اللي احنا بنتكلم فيه وهتتسد مش هتشوف حاجة من القماشة من الوجه للدهر ايه لو ماشيت ايدك على القماشة هتلقى فيه بروز في المكان اللي انت وصلت فيه الفتلة السميكة طب انا عشان ما عملش الكلام ده اعمل ايه هجيب فتلة من نفس نملة الفتلة اللي اتقطعك طب هعرفها ازاي فيه مواصف مكتوبة جنبك على المكنة عشان تقولك ان الخط اللي شغال ايه طيب ما فيش مواصفة والمكنة الالكتروني هتلاقي فيه وحدة الكمبيوتر بتاعتك كل البيانات الخاصة بالخيوط اللي شغالة على المكنة بتاعتك فبالتالي عندك كزا مكان تقدر تجيب منه ايه النمرة اللي موجودة عندك على المكنة وفي الطبيعي عشان برضو العامل يبقى واقف ما يعملش ما تحصلش مشكلة بيبقى فيه مجموعة خيوط وصلة موجودة على ايه جنب المكنة عشان لو حصل اي قطع بشتغل على طول ما اعطلش نفسي طبعا فيه طرق كتيرة جدا بيستخدمها العمال في داخل المصانع عشان يراعوا الجزئية دي بس خلينا نقول ان ده برضو جزء من الاجزاء البسيطة اللي بستخدم فيها النمرة مش ان انا بحضر مواصفة بس لقد انا كمان عايز اعرف هو اي نمرة اللي شغالة عندي اسناء التنفيذ عشان خاطر لما اجي اغيرها حصل قطع وجيت اشتغل باي فتلة اوصلها اوصل بفتلة نفس النمرة ماروحش اجيب نمرة تانية طبعا فيه طرق جدير اصلا بعرفها عشان اعرف النمرة مثلا بعد التعاود ان شاء الله ومنوصل كده في مادة فحص وتحليل ان شاء الله في السنة الجاية هتلقى نفسك بتبدأ تعرف النمر بالنظر بس النظر برضو مش كفاية في الحتة دي لازم يكون دقيق اكتر في جزء دي لكن عندنا برضو ازا اعرف بالنظر ازا اعرف بالوزن ازا اعرف بطرق مختلفة عشان اساهل عليك وانت في قلب المصنع بتاعك تقدر تنفذ الاوردارات او الاوامر اللي معاك بدون ما تحصل مشكلة مع الانتاج احنا اللي يهمنا في الاول وفي الاخر ايه الانتاج يكون عالي الجودة عشان تصاحب المصنع هيقدر يسوقه فبالتالي احنا كل الميتعلموا ده بنتعلموا عشان لما نجي نقف مصنع نقدر نطلع منتج عالي الجودة طب تعالي بقى نكمل المسائل ونقول انا عندي مثلا مجموعة مسائل اه بشتغل عليها وبيقول لي مثلا ايه تعالوا كده نكتب المسائلة دي وهيقول لي احسب النمر هدي احسب نمرت خير قطن مكون من هنقول مثلا كم شلة هنقول مثلا ستين شلة ويزن هنقول تلاتة رقل المسألة مباشرة مفيش اي مشكلة انا هنا عايز نمرت احنا خدنا من شوية قلنا النمرت بتساوي ايه النمرت بتساوي لازم اكتب القانون في حل المسائل بالنسبالي وخصوصا في المتحانش باخد عليه درجات النمرت بتساوي عدد شلل انا هنا شغال شلة هنا مكاوم من ستين شلة تمام يبقى عدد شلل عدد شلل على وزن رطل هتساوي عدد شلل عندي ستين على الوزن بالرطل تلاتة ستين على التلاتة معروفا فيها كام الستين فيها المقسمها على التلاتة هتطلع على طول عشرين عشرين ايه عشرين في الحالة دي انا بتكلم عن خط قطن هكتب عليها عشرين قطن وفيه هتلاقي في الكتاب كاتب هنك ده برضو طريقة لكتابة النمرت لكن لو كتبت قطن شغال لو كتبت هنك زي ما الكتاب برضو موجود فيه برضو شغال طبعا هي مسميات زي ما نقول كده سوقية اللي هي بتاعت السوق فبالتالي احنا بنحاول بقدر امكان نلتزم بمسميات السوق فهنا في المسألة دي هو اداني عدد شلل ودادني وزن بالرطل استعملت القانون رقم واحد القانون رقم واحد بيقول لي عدد الشلل على الوزن بالرطل جبت عدد الشلل حطتها فوق وبعدين جبت الوزن بالرطل حطته تحت والمسألة كانت مباشرة وقدرت احلها على طول وجبت عشرين ان شاء الله طب امتى المسألة ما تكونش مباشرة لو قال لي اطوال واوزان تعال بقى هنا في مشكلة تانية في الاطوال والاوزان وهي الحسابات انا ممكن تيجي عندي مسائل ايه مسائل مباشرة المسائل المباشرة دي بيكون فيها الاطوال باليرضة والاوزان بالرطل ومش متحكي حاجة تانية بقى بس يعرفني نقل خامة عندي ايه فتعال كده نشوف مسألة تانية من المسائل دي ونقول انا عندي هنا مثلا خيط يزن خيط يزن تمام ادي يزن هنقول مثلا يزن خلينا مباشر برض زي ما احنا عشرة رطل طوله ستلاف يرضى تمام كده والخيط ده اساسا هنقول لان هو خيط قطن مسلا او خيط ورسد او خيط ولن ايا كان موضوع الشلل هنا هكون محتاج وهيكون حابب ان انا اعرف رقم السابق بتاعي فبالتالي لازم هنا حدد للخيط فبالتالي ممكن يقول لي خيط قطن يزن فبالتالي في المنطقة دي لازم يقف عندي ايه عندي نوع الخيط وهنا هكتبه قطن غير المسائل اللي فاتت ما كانش شرط يقول لي الخامة بس هو كل يقولهولي كان بيقول لي اعدد الشلل والوزن بتاعي بالرطل في المسألة دي انا محتاج القانون رقم اتنين قانون رقم اتنين بيقول لي ايه النمرة بتساوي طول باليارضة على وزن رطل في سابت اللي هو برضو طول الشلة تمام كده طيب انا في الحالة دي بقى لما اقول يساوي بتاعتي ونكتب في المسافة الصغيرة دي الارقام بتاعتنا هنقول الطول باليارضة هو هنا مديني ايه ستتلاف يارضة ولا حاجة تانية غير اليارضة لازم اتأكد هنا مديني ايه مديني باليارضة يبقى الكلام مباشر يبقى حط ستتلاف الوزن هنا عايزه بالرطل الوزن هنا هو كمان بالرطل فبالتالي هحط العشرة والعشرة في الحالة دي موجودة ومباشر السابب بتاعي اطلع على الخامة ادور عليها تطلع قطني بقى ثابت القطني كام الناس بتقول 840 كده المسألة تتحل هكتب يساوي ومعلي يساوي بتاعتي هكتب اسم الخامة بتاعتي بعد ما اعمل حسابات طبعا ضرب القلة السهلة هتقول ستلاف على العشرة في ال 840 اللي موجودة تحت الكسر وببدأ ان احساب الحسبة بتاعتي بشكل مباشر كده احنا فهمنا يعني ايه ان انا احول نمرأ واشتغل بيها بالشكل ده طيب تعال بقى لما نحط نفس المسألة دي ونحط نفس المثال وكمان نغير في الوحدات بتاعت الطول والوزن عشان نبدأ نتكلم في ايه نبدأ نتكلم في التحولات انا انت بستعمل التحولات بستعملها في التوقيت ده بقى اول ما يبدأ يحطلي او يغيرلي في الوحدات بتاعت الطول والوزن في النهاية انا المفروض ان انا ارد الشغل بتاعي على النمرة الاساسية اللي هي ايه كت قطن او كتان او رسد اولين حسب ما انا شغال في التراكم بتاعي تعالى بقى نبدأ نلعب مع التحولات وهديك طريقة تحول بيها كل التحولات بتاعتك هنا بيقول لي بس نشوف المثال الاول كده بيقول لي ايه خيط قطن خيط قطن هنا هو حدد لي الخيط طبعا انا قدر اغير الخيط انا مش مرتبط بنوع الخيط في الحتة دي بس خلينا نقول الخيط قطن وهنقول اه طوله كام بقى طوله تلات تلاف متر ويزن الواحدة برضو بتاعت الوزن هنغيرها هنقول اه خمسة او خمسين جرام طبعا احنا بنحط ارقام مش مطابقة اصلا للطبيعة بس احنا بنقول احنا بنحاول احنا نقرب شوية من شكل المسألة مش اكتر فبالتالي هنا لما اجي احسب التلات تلاف متر اللي وزنهم خمسين جرام تعالا بقى نشوف هنا القانون بتاع بيه قول ايه لو خدنا كده خط وقلنا النمرة بتسوي مش احنا قلنا هي عبارة عن طول يرضى على وزن رطل في سابت تعالا نحقق الكلام ده في القانون بتاعي اللي قدامي ده او في المسألة اللي معايا هنقول التلات تلاف موجودة هي طول بس هنا الطول بالايه هنا طول يرضى وهنا الطول ايه هنا الطول متر هو هينفع متر يتحط مكان اليرضى لا طبعا ما ينفعش طبعا عشان يتحط لازم استخدم تحويلها طب في الحالة دي التلات تلاف حطتها فاكرين الحالة اللي فاتت قلنا ايه قلنا المتر اول حرف في ايه ميم وكنا باخدين تحويلها من متر اليارضى من يارضى المتر من متر اليارضى في خمسة وتلاتين على اتنين وتلاتين ومن يارضى المتر في اتنين وتلاتين على خمسة وتلاتين هنا الرقم هنا مكتوب جنبه ايه متر والمتر ده اول حرف في ايه ميم ميم دي فوق يعني خمسة وتلاتين على كام على اتنين وتلاتين في الحالة دي التلات تلاف دول هتتضرب في كام في خمسة وتلاتين على اتنين وتلاتين تم كده كده احنا حطينا تحويلة الطول والرقم كده بقى مناسب كده لما اجي اضرب على الالة هيديني طول بالايه باليرض طب تعالى بقى هنا الوزن الوزن هنا كام خمسين جرام طب وانا هينفع احط خمسين جرام مكان الرطل ما ينفعش لازم الخمسين جرام دي كمان هي كمان تتحول وتوصل ليه الرطل مسألة فيها تحولتين عشان نشوف كم الارقام الممكن يتكتب على قانون انت في الاصل واخده بسيط فهنا بيقول لي ايه خمسين جرام عشان احول من جرام للرطل بقولنا ايه ان الرطل بيساوي ربعمية تلاتة وخمسين وستة من عشرة جرام طب من جرام للرطل بقى العكس هتكون في واحد على ربعمية تلاتة وخمسين وستة من عشرة تمام كده? طيب انا بقى عشان ازبط الكلام بتاعي دا لازم اني هنا ربعمية تلاتة يدخل ستة من عشرة تتحط في القانون ده. طب انا هحطها تحت الخمسين? احنا اخدين حاجة في الرياضة وقولنا مقام للمقام بيطلع فين? بيطلع بسط يبقى الخمسين مفروض تتقسم على ربعمية تلاتة وكمسة من عشرة هنقول مقام للمقام بسط هتطلع فوق ربعمية تلاتة وخمسين وستة من عشرة. في ناس بتكتبها اربعة تلاف خمسومة ستة وتلاتين على عشرة. برضو صح. رياضيا صح. طبعا هبندرس رياضة ففهمين الموضوع ده. طبعا هنا دي خمسة. تمام كده? هنا الارقام خلصة اللي موجودة في المسألة لا. لسه في رقم مهم جدا وهو اللي على اساسه هتطلع لي النمراء السليمة. والرقم ده هو السابت. انا ما اتملهوش في المسألة وباخدوهوش بشكل مباشر. انا باخدوه بشكل غير مباشر عن طريق الخامة. فلو كانت المسألة شكري القديمة. المسألة تنفع كل الخمات. بس شلي قلمة قط وحط لي يبقى السابت بتاعت من خمسة ملتان وستين. شلي قلمة قطن حط لي wait. يبقى السابت بتاعت متين ستة وخمسين. شيل قطن وحطك التان يبقى السابت ايه? يبقى السابت تلتي ومية. في المسألة بتاعتنا السابت بتاعي هيكون كام? طمانية ومين ومرة واربعين. السبب انه هنا كاتب لي في المسألة ان الخيط نوعه اطني. تعالوا كده نكمل اخر رقم نحطه فيه المسألة بتاعتنا عشان كده نكون خلصنا وضع الارقام في المسألة. كده المسألة شكل وضع الارقام داخل القانون بقت سليمة. بقى معي تضرب على الالحزبة. هنتعلم ضرب الالحزبة لكن مش دلوقتي لكن خلينا بس نعرف شكل الوضع الارقام داخل القانون. انا هنا اديتك شكل. بس قلتلك انا مش عندي مسألة وحيدة بخدها. مش هي النمرة بس. انا عندي تلات مسائل. وهنتكلم عن قانونهم واحنا برضو خدنا القانون بتاعهم المرة اللي فاتت. التلات مسائل بتوعي دول ايه? احتمال تجي لي مسألة نمرة. احتمال تجي لي مسألة وزن. احتمال تجي لي مسألة طول. هتعامل مع التلاتة دول ازاي? هتعامل معهم بالتعويض. طب هتطلعهم ازاي من قانون الاصلي? اللي هو اخر حاجة احنا وقفنا عندها اللي بيقول لي. الطول بالياردة على الوزن في السابت. هعملها في نظام او الجزء اللي هتعلمنا في الرياضة اللي هو طرفين في وسطين. هعمل طرفين في وسطين. واتطلع بقية القوانين النقصة عندي. ايه? قانون الطول? واللي هي قانون ايه? قانون. ايه الوزن? انا باخد قانون النمرة. انا كده حفزتك كم قانون واحد بس. هتستنبت منه بقية القوانين. اللي هي ايه? الوزن والطول. انا بتعامل بيهم اكتر كمان في الشغل بتاعي. لان باعتمد عليهم اكتر كمان في سنة تالتة. اني عندي اوزان واطول بتتدرس في سنة تالتة. فبالتالي لازم تبقى فاهم الحاجات دي بتيجي ازاي? اه هيزدي على المسال حاجات بسيطة بس برضو الحاجات البسيطة مش هتغير شكل القانون اللي انا اعلمت ولك في سنة اولى. فبالتالي وانت في اولى لو اتعلمت القانون ده صح. وده من بأكد على ولادنا في الجزئية دي. هتقدر تحل اي مسألة في الدنيا. هتقدر تعمل النمر معادلة. هتقدر تعمل تحولات ما بين النمر وبعضها. طبعا ده ده نظام النمر المعادلة. هتقدر تفهم او تفك الارقام وتحولها. تحلها على نظام ترقيم تاني. ده برضو طريقة. يعني انت حتى ما نيجي نوصل لدرس النمر المعادلة. هتلاقي نفسك ما انتش محتاج تشتغل نمر معادلة. انت محتاج تفك النمرة. يعني ايه تفك النمرة? وبرضه هنجربها معك وبرضو دلوقتي حالا. لما يجي يقولك نمر التلاتين قطن. يعني اين نمر التلاتين ورستي? يعني نمر التلاتين كتان. والفرق ما بينهم. تعال كده نشوف الفرق ما بينهم عشان نقدر نفهم شكل المسائل حتى بيجي ازاي. انا عندي هنا مثلا بيقولي تلاتين قطن. يعني ايه تلاتين قطن. يعني تلاتين ان شاء الله. طول كل منها القطن السابق بتاعه كام؟ تمنمية واربعين يارضا ويزنوا جميعا واحد رطل مش ده ترقيم طول سابق وزن سابق معلش فالوزن السابق لازم يكون عندي الوزن ايه؟ واحد رطل حط الارقام اللي انت عاوزها لكن هتقدر تغير معي طب لو كانت تلاتين قطن دي مش موجودة وحطنا مكانها تلاتين كتان تلاتين كتان لما اجي عرف النمرة في الحالة دي اقفوا كهوال ايه؟ تلاتين شلة طول كل منها انا بكلم في كتان اخفي دي هنحط كام؟ هنحط تلتمية لو كانت كتان هنحط خمسمية وستين لو كانت ورستد هنحط امتين ستة وخمسين لو كانت ويلين يبقى انت تعريف واحد تقدر تحلي بكل حاجة هون او تقدر تفكه يبقى هنا لو كان الخط هنا قطن هنقول تلاتين شلة طول كل منها تلتمية واربعين يرضى ووزنوا جميعا واحد رطل لو كانت كتان تلاتين شلة طول كل منها تلتمية يرضى ووزنوا جميعا واحد رطل لو كانت ويرستد 30 شلة طول كل منها 560 يرضى ويزنوا جميعا 1 رطل لو كانت ويلين 30 شلة طول كل منها 256 يرضى ويزنوا جميعا 1 رطل طب لو كانت فبران فاكريني عن الفبران كان نظامه ايه لو كانت فبران فالفبران بيتغزل على نفس طريقة القطن 30 شلة طول كل منها ده فبران 840 يرضى ويزنوا جميعا واحد رطل. طب لو حرير طبيعي مخزول تلاتين شلة طول كل منها تمنمية واربعين نيار ده برضو. ويزنوا جميعا واحد رطل. لابن احنا كده قدرنا نفك الارقام. بدون انا قدرت افك الارقام. يبقى هفهم وهقدر اضرب وهقدر اجيب مسائل وعمل اتخيل كمان اه الشكل بتاعي اثناء عملية الايه? حال المسائل. طب وهي التخانات اللي انا بحسبها مبنية على الجزء ده ازاي? طب وانا افهم ان الفتلة تخينة ولا رفيعة من رقامها ازاي? وقارنهم ببعض ازاي? لم يجي قولي اربعة عشرين هي الادخن? ولا ستين هي الادخن? مين الادخن? لو احنا فهمنا من الاول كده قلنا ايه? انا عندي الوزن بتاعي سابت واحد رطل. لو انا جيت حطيت في عشر شلل. فهيقول ان دي نمرت عشرة. صح كده? طب العشر شلل دول الفتلة اللي فيها اللي هي تخانة معينة. طب لما انا عايز ازود عدد الشلل بقى? انا عايز ازود عدد الشلل في الوزن اللي بالرطل ده. هجيب كل شلة منهم بالتخانة بتاعتها وقسمها على اتنين. يعني كنتي جبت الفتلة كده مسكتها وجيت رحت اسمها بالنص. اللي موجودة في شلة واحدة. انا عايز اخلي الشلة كم شلة? شلتين. تخيل عشان تقدر تفهم هو انهل ارفع في النهاية. انا هجيب كل الشلل العشرة اللي موجودين عندي وزنهم رطل. وهجيب سلاح وقسم كل فتلة فيهم بالنص. ده تخيل. خلاص كده? لما قسمتهم بالنص. اللي حصل للفتلة اللي معايا ايه? هل فضلت بنفس التخانة? ولا السمكة قل? السمكة قلل ايه? للنص. لما السمكة قلل للنص. هل عدد الشلل فضل عشرة زي ما هو? لا ده زيت بقوا عشرين. مش انا جبت العشر شلل كلهم. وجبت فتلة فتلة منهم روح تقسمها بالنص. لما قسمتها بالنص صمكها رفع. طيب وايه حصل معايا كمان? عدد الشلل نفسه زاد. بقى عشرين. من عشرة لعشرين. يبقى يومها ارفع. نمرة عشرة? ولا نمرة عشرين? وطماتيك خلاص بقت معروفة هي نمرة عشرين الارفع. لان هي في الصمك النص صمك نمرة عشرة. انا كده فهمت وعرفت يعني فيهم الارفع. في الحالة دي بقى مدومت انا فهمتك الجزئية دي. تعال بقى نتكلم مع الطبيعة. كسم الغزل بعت لي اه كنتين. او شلتين. شلة نمرة اربعة وعشرين وشلة نمرة اربعين. ايهم ارفع. اللي نمرة اربعة وعشرين ولا اللي نمرة اربعين. اربعين يعني اربعين شلة يزموا واحد رطل. الاربعة وعشرين اربعة وعشرين شلة يزموا واحد رطل برضو. انهو الارفع. اذا الأرفع اللي عدد شلله أكتر الأرفع اللي عدد شلله في الرطل أكتر في الحالة دي نمرت 40 هي الأرفع النمرت 24 أدخن طب نمرت 15 أرفع من 24 ولا أدخن كل ما نزلت بالرقم بتاعك في النمر اللي بيحصل إن التخانة إيه؟ التخانة بتزيد تمام كده؟ فهمنا الجزئية دي؟ ده طبعا ما هيساعدنا أكتر كمان وإحنا بنحل المسائل بتاعتنا عشان قدرنا نتخيل تخانة الفتلة في الأصل كان عامل إزاي؟ طب زي ما قلنا هي الأرقام اللي احنا بنستنتجها أو اللي احنا بتطلع كنواتج لحل مسائلنا دي أرقام هنستخدمها فيما بعد بإضافة بعض الخطوات لها عشان أقدر أحدد كميات المطلوبة عندي عشان أنتج قماشة معينة هتدخل بعد كده في المواصفات والموائسات ده كلام ده برضو سابق لوقته لكن كلام ده لو فيه منصح هيساعدنا نحن نوصل للمرحلة دي عشان كده بناخده واحدة واحدة تعال بقى نتكلم عن القانون ونقول إن برضو القانون بتاعي مش صعب ده القانون بتاعي برضو ايه؟ بيعتمد على القانون الواحد يعني ايه القانون الواحد؟ يعني أنا لو عرفت قانون واحد هقدر أجيب منه بقية القوانين وفي نفس الوقت لو تعلمت قانون واحد هحل بيه ست ترقيم مع اختلاف طول السابت كلها هشيله بس هشيل الرقم السابت اللي عندي وحط رقم تاني بقية الخام اختلفت فبالتالي أنا أقدر أديك دلوقت النمرة المعادلة من غير ما انت تبقى واخد بالك إن انت بتاخدها انت بس تغير السابت خلاص انت شغال على نمرة تانية خالص بالتالي تعال بقى نكتب القانون بتاعي الأساسي اللي احنا نجيب منه القانونين الرقم اثنين وثلاثة اللي هو القانون النمرة الأساسي واللي هنجيب منه الوزن والطول تعال كده نكتب ونبدأ نشوف القانون بتاعنا اه اه أساسه ايه؟ هنا هنقول النمرة النمرة بتساوي النمرة هنا بتساوي طول بلياردة خد بالك أنا هنا لازم يكون بلياردة على الوزن رطل في السابت قولنا السابت متغير حسب نوع الخامة هنا هنعمل موضوع الطرفين في وسطين عشان نتعلمه ونركز فيه إنه هو برضو زي ما قلنا رياضة أنا عايز أحسب الوزن وزن رطل هتساوي كل اللي انت هتعمله اللي اتنين دول اللي عندهم المشكلة الخط ده اللي مع المشكلة الخط ده الجزء ده اختفى منه خرج برة بدل معاه فبالتالي إذا ده خرج برة ده هيدخل مكانه في الحالة دي هيبقى برضو قانون وزن الرطل هتساوي طول يرضى على النمر في السابت تمام كده طيب بقى إيه لقانون الطول الطول يرضى بتساوي تعالى بقى هنا بنقول إن ده اللي مخفي في الوقت ده هنا ده ما بقاش موجود ده أنا عايزه هعوزوا هتطلعوا ازاي ده هيبدل مكان الواحد والواحد هيدخل مكانه بس هنا في الحالة دي اللي عنده المجهول لازم ينزل تحت تمام كده في الحالة دي احنا بقى هننسى إن فيه الرقم ده خالص وناخد المجموعة المعلومة كلها في خط واحد ونقول الطول باليار ده هو عبارة عن نمرة في وزن رطل في سابت طبعا الوزن عندي دايما بالرطل حتى لأنا كتبتش الوحدة بتاعت الوزن دايما أنا بشتغل بالرطل حاجة غير الرطل لازم أحول على طول للرطل طيب التحولات بقى أنا مشكلتي هنا في التلات مسائل دول تحولات الأوزان وتحولات الأطوال طيب لو أنا قدرت أفهم تحولات الأوزان وتحولات الأطوال هقدر أحل أي مسألة بأي تحويلة موجودة فيها بمعنى بمعنى بيجي يقول لي إيه أنا عندي خيط طوله باليار ده خلاص ده مفوش مشكلة طب طوله بالمتر اضرب 35 على 32 طب طوله بالأدم اقسم على تلاتة وهكذا طب طوله بالكيلومتر كيلومتر أكبر فبالتالي هحول من كيلومتر للمتر بضرب في ألف ومن متر اليار ده بضرب 35 على 32 وهكذا دي التحولات اللي أقدر أشوفها في تحولات الأطوال ممكن يكون الطول بالبوسط طول بالسانتي أي كان الطول اللي عندي لازم أحوله بالشكل المطلوب أو بالشكل صحيح عشان تبع مسألتي سليمة لو في غلطة في التحويلة كل المسألة بالكامل هتكون غلطة الأوزان الأوزان تحولاتها بسيطة ما بنكترش في الأرقام اللي موجودة فيها أنا عندي بيجي لي إما بالجرام يا بالكيلو جرام يا بالققية يا بالجرين أربع أرقام لو أنا بحول للجرام يبقى من رطل لجرام 453.16 من رطل لجرين 7000 من رطل لققية 16 من رطل لكيلو جرام بقسم على 2 على 25 اللي يبقى؟ لأن الكيلو جرام أصلا هو عبارة عن 2 وتقريبا ربع كيلو ربع رطل آه تمام؟ يبقى هنا الكيلو هو عبارة عن 2 رطل وجزء من الايه؟ من الرطل لتالت فبالتالي يبقى أنا عارف ان هو عبارة عن 2205 دي الأرقام اللي احنا مفروض ببقى فهمها طب أحطها في المسائل ازاي بقى؟ لما اجي حول أنا عندي في مسألة الطول ومسألة الوزن ومسألة النبر هناخد 3 أشكال وتلات أشكال دول هنشوف أوضاع التحولات فيها بالنسبة للوزن بالنسبة للطول السابت ما عنديش فيه مشكلة السابت ما كانه موجود وطبعا هتعتبر ان احنا بنعمله ده دلوقتي هو تفسير للقانون بالكامل هتحل بيه جميع المسائل اللي ممكن تخطر على بالك في الجزئية دي فبالنسبة ليه آه افهم ازاي احط الارقام عندي اكتر كتير جدا من طريقة حل المسألة نفسها لان انت لو فهمت تحط ارقامك ازاي هتقدر تحل تعالوا نشوف مع مسألة النمرة بحط التحولات ازاي سواء كانت للطول او ان كانت ليه الوزن هنا هنقول مسألة النمرة هنا بنقول النمرة بتساوي تمام كده قد شرطة الكسر بتاعت احنا قلنا هو عبارة عن طول على وزن في سابت انا محددش الطول ايه ولا الوزن ايه عشان نقدر احنا نتعامل معاه طب هنا الطول بتاعي اللي موجود هنا حطنا بالمتر هنحط هنا تاني بشكل تاني وهنقول الموضوع ايه هنا الطول بالمتر لو بالمتر هضرب في خمسة وتلاتين على اتنين وتلاتين تمام كده لو بالادم هقسم الطول على تلاتة لو بالادم هقسم الطول بتاعي على تلاتة لو باي نوع تاني مسلا لو بالكيلومتر هضرب الطول ده في الف في خمسة وتلاتين على اتنين وتلاتين خمسة تلاتين على اتنين وتلاتين ده اساسي طيب لو عندي الطول اه في مسألة تانية بها طبعا الموضوع هيختلف وهنتكلم فيها بس خلينا نخلينا على الوضع ده في مسألة النمر عشان ايه ما نسبقش لكن انا عندي تبديلة تانية في بقية المساء. هنا بالنسبة للطول خمسة تارتين على اتنين وتلاتين طب تعال بقى على الوزن. الوزن عندي مشكلة. لو كان بالجرام. لو كان بالجرام. دي تحولت الجرام. ربعمية تلاتة وخمسين وستة امنا عشرة. طب يا مستر ما انت قلت اصلا الوزن موجود هنا مفروض ان انا اقسم على بعمية تاتة خمسة امنا عشرة. هقول لك لا دايما مقام ايه? وزن. في الحالة دي هقول حاجة واحدة بس. جميع تحولات الوزن. مش ربعمية تلاتة خمسين وستة امنا عشرة بس. هنعلم كده عليها علامة. ونقول. لان دي هي العلامة المشهورة عندنا. هنقول جميع تحولات الوزن مقام بسط معلش. جميع تحولات الوزن عندي موجودة فين? في البسط. ما عادة كيلو جرام مقام. الكيلو جرام اللي هي اتنين علامة متين وخمسة. يبقى في الحالة دي اللي لو كان عندي بالجرين هحط ستاشر هنا. لو كان عندي بالاقية اه معلش لو كانوا عندي بالاقية هحط ستاشر هنا. لو كان عندي بالجرين هحط سبعة الاف هنا. لو كان عندي بالجرام هحط ربعمية تلاتة خمسين وستة امنا عشرة هنا في البسط. طب لو كان عندي الوزن بالكيلو جرام. هاتطر اضرب في اتنين علامة متين وخمسة تحت. وده موجودة بس كتحويلة للكيلو جراء. فهمنا كده? يبقى ده وضع المسائل او وضع الارقام عندي في مسألة ايه? في مسألة النمرة. تعالى نشوف نفس الكلام ده بس على مسألة ايه? على مسألة الوزن. هنقول هنا الوزن بيساوي. طول باليارضة. اعلى نمرة. في سابت. احنا قلنا الطول مش يكون باليارضة مثلا. خلينا باليارضة. بس انا هنا لما جيت اطلب خارج المسألة انا مش عايزه بالرطل. عشان كده سبت دي وزن بس. يعني نبعد عن تحوالات الطول وخلينا في الوزن. تحوالات الطول هنا في مسألة النمرة ومسألة الوزن هي هي. خمسة تلاتين فوق على اتنين وتلاتين تحت. لكن تعال هنا بقى انا عايز الوزن اللي يخرج هنا يخرج بالجرام. يخرج بالققية. يخرج بالجرين. يخرج بالكيلو جرام. اعمل ايه? هنا هحط تحويله في المسألة. المسألة دي طبيعي. مفروض. الخارج بتاعها هيخرج بايه? هيخرج بالرطل. طبيعية الشكل ده كده. يقول ان المسألة دي طلع ايه? بالرطل. طب انا عايزها بالجرام. انا عايز المسألة دي تطلع بالجرام. هضرب كل المسألة في ربعمية تلاتة وخمسين وستة من عشر. كده ناتج المسألة هقدر اقول يساوي. واقدر احط جنب الرقم الناتج اللي طالع جرام. تمام كده? طيب. لو انا عايز المسألة دي تطلع بالققية. هتحط مكان الربعمية تلاتة وخمسين وستة من عشرة دي ستاشر. عشان ناتج المسألة هنا يطلع ققية. هتحط سبع تلاف. عشان ناتج المسألة يطلع بالجرين. طيب ما اللي انا عايزها بالكيلو جرام? هتضطر تحط اتنين علامة متين وخمسة تحت. عشان ناتج المسألة يطلع بالكيلو جرام. يبقى هنا دي ممكن تتحل بكم طريقة? ادي طريقة. ودي اتنين ودي تلاتة ودي اربعة. لو طلب منك الوزن بالجرام هيبقى شكل المسألة بتاعتي كده. بالشكل ده كده. هتبقى طول في ستاشر على نمرة في سابت. كده هتطلعها لي ايه? ققية. طيب اختها بالزبط. هنقول طول في سبع تلاف على نمرة في سابت. يبقى دي هتطلع ايه? هتطلع بالجرين. يبقى هي بس الشكل المسألة هتغير تشيل الارقام دي بس كده هتطلعها عندك ادي واحد اتنين تلاتة اربع مسائل عندك تقدر ان انت تشتغل بهم. كده احنا فهمنا وعرفنا ازاي ان انا اسبت القانون بتاعي واقدر العب به عشان اقدر ابقى مش حافز كتير يعني مش كل ما انا هدخل الفصل الى الاقانون هحس ان السنة بقت طويلة والارقام بقت كتيرة. والموضوع بقى كبير. هو الموضوع مش كبير خالص. الموضوع بسيط. لو قدرتي تفهم وتعرف يعني ايه قانون. طبعا ان النهاردة تكلمنا عن الاشكال القوانين وطرق الحساب بتاعتها. ان شاء الله هنبدأ نفك القوانين دي من بعضها ونبدأ نشتغل على ترقيم ترقيم من الترقيم اللي عندنا او مجموعة الترقيم بلاياتنا عشان نقدر نفهم الفرق ما بينهم قبل ما نتنقل ان شاء الله بعد كده على ترقيم الطول السابت وهي هتكون ان شاء الله برضو لما نفهم القانون بتاعها بتعمل ازاي هتكون اسهل كتير جدا في التعامل معها. فبالتالي كل ما هناخد درس جديد هتلاقي ان اللي بدي اخد خطوة زيادة هتلاقي ان الكم معاك بيزيد. بس انا مش هنحاول نخلي الارقام عندك او القوانين كتير. عايزك تحفظ حاجتين بس. والحاجتين هتقدر تحل بهم كل حاجة هتجي لك وانت شغال. اهم حاجة طبعا نفهم يعني ايه? تخانات خيوط. عشان ده طبعا هيهمنا وهيساعدنا كتير جدا لما نكون شغالين في سوق العمل. وده طبعا هدفنا. احنا بناهل نفسنا لسوق العمل بناءنا عليه. بنقدر نتعامل بشكل كويس ونفهم المهارات اللي احنا ناخدها في المدرسة. طبعا اه الوقت تخلص معاكم بسرعة. احنا طبعا اه زي ما قلنا موجودين على قناة اليوتيوب الخاصة بقناة مصر للتعليم الفني. قطاع التعليم الفني. وبرضو على صفحتنا على الفيسبوك والجروب الخاص بينا. ابعتونا هتلاقي الاساتزة بتاعتنا موجودين وهيرد عليكم. وهتكون حاجة جميلة جدا ان احنا نقدر نساعد كم عشان نقدر اه نفهم ونعرف كل المهارات والمعارف الخاصة بينا في تخصصاتنا الفنية بالكامل مش تخص النسيج بس. اه في انتظاركم وان شاء الله في الحالة الجاية نشوفكم على خير وإلى اللقاء.